السلام عليكم إن شاء الله تكونوا بخير جدتكم اليوم الوصفة سارة رائعة و راح تنال إعجابكم إن شاء الله تجربوها وهي وصفة عسل منزلي إذا لهذا الوصفة نحتاج إلى السكر نحتاج إلى قرورة من المشروب الغازي نحتاج إلى هذا القطعة من الشبه وإلى شرائح من الليمون نلتقل للتحضير إذا نحتاج إلى كسرانة تكون شوية ثقيلة ونضع فيها ثلاث كؤوس من السكر العادي اللي هو سكر القهوة إذا عسل رائع إن شاء الله تجربوه تخليوا لي التعليقات تعكم يعني عندي بزاف مواصفات من العسل ولكن هذه هي اللي أروع منها خاصة لما تكون حواجم عسلة مثل الزلبية مثل بلح الشام أي حجم عسلة كذا ليكسل حتى للبقلاوة وما يقدروش يعرفوه باللي هو صنع منزلي مثل ما راكم نشوفو دار ثلاث كسان من السكر وضعت لهم كاس من مشروب الغازي داروه أصفر اللون تفادوا الألوان اللي حمرة وهكا وسوداء بشيجي لون تاعو ذهبي ويجي رائع إذا أنا حطيت الثلاث كسان تعيت السكر وضعت لهم المشروب الغازي والآن نخلطهم مليح بعد ما نخلطهم راح نحط الشبه في يغدالين ونحط شرائح الليمون إذا الوظيفة هنا تاع الشبه أو الشبه إنه ما يخليش العسل معانا يتكرمل أو يتسكر يعني ما يرجعش كتلة واحدة إذا هذه هي وصفة ولا أسهل نحو نحطوها مباشرة فوق النار ما راكم تشوفو قبل ما نحركها فقط بعد ما نحطها على النار ما نحركوهاش نخليوها على نار هادئا حتى يذوب السكر تماما تشوفو إنه السكر ذات ما راكم تشوفو الهنايا هنا سكر مازال كائن هنا هي السكر تعنا ذاب السكر تعنا ذاب ولكن انظروا مليح هذا وين بدأ يغلي عندما يغلي نحنا ما نطفيوش عليه نخليوها يطيب وكتش تعرفي باللي طاب عندما تلاحظي باللي الليمون على الجناب على الجانب اللوء يعني الليمون تعو الجناب تعو فيهم اسفرار مائل إلى حمرة يعني كما قولو تعسل وتكرمل تكونون مريكم بعد ما يطيب كيفاش يجي مثل ما هنا هام هاك ما تشوفو هاهي هكا معناتها انه العسل تعنا طاب وجد خليوه يغلي مدة ثلاث دقائق ثم نطفيو عليه ونخلوه يبر تماما وبعدها تقدري تعسلي به بقلاوة ديري به اي نوع من الحلويات المعسلة ان شاء الله تجربوه ان شاء الله تخليو لي تعليق ان شاء الله يكون لعجابكم اذا اعجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تضغطو على جام وما تنساوش تشتركو بالقناة حتى تطلعو على الجديد دمتم في رعاية الله رعاية الله